في ظل تفاقم سوء الوضع الصحي في العالم بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 برزت الجائحة لتسليط الضوء والحديث عن إدارة الأزمات الصحية السلطات الصحية في البلاد اتخذت قرارات فاعلة على كافة المستويات وفق استقراء سليم للواقع فاستطعت التعامل مع الأزمة باحترافية عالية ارتعد العالم فجأة عشية الإعلان عن وجود فيروس جديد يتفشى بصورة جنونية يصيب ملايين البشر ويحصد الكثير من الأرواح أنفقت الدول مبالغ طائلة للتصدي لهذه الجائحة وانهارت الكثير من الأنظمة الصحية كل ذلك يدفعنا للحديث عن إدارة للأزمة والتكيف معها لاحتوائها المنظومة الصحية في دولة الكويت التي لو لم تكن على أساس راسخ في بناء مؤسستها الصحية من الداخل لما كانت صمدت حتى الآن الأداء كان متميز ليس فقط لأنه كان هناك هامش استباقي احترازي سريع كان هناك قيادة وريادة إذا تكلمنا عن وزارة الصحة الناس تتكلم عن منشآت وهي متوفرة في دولة الكويت واحدة من أفضل البنى التحتية في العالم يمكن وصول لأقرب نقطة شفائية خلال عشر دقائق بالسيارة إذا تكلمنا عن التجهيزات كان هناك زخم من إعادة التوزيع والاستيراد وطيارات خاصة تذهب لاستيراد أو لأحضار ما نحتاجها من أدوية تكلم عن كوادر تحريك الكوادر بشكل سريع لا شك أنه خلق وفرة نسبية واكتساب خبرة سريعة للتخصصات الأخرى احترافية في التعامل مع الوضع داخل أروقة المستشفيات وأجنيحة كوفيد وفق أحدث البرتوكولات العلاجية ووفق رؤية وخطة استراتيجية واضحة المعالم طبعا بعد الله سبحانه وتعالى بلا شك وتوفيقه أعتقد أن هذا أتى من التحضير السريع والاستباقية يعني هذه الكلمة الاستباقية أعتقد هي مفتاح النجاح كان في الكويت لاحظنا أن القرارات التي خذناها في الكويت كان لها طابع الأسبقية على سبيل المثال من بداية شهر مايو اللي فات كل المرضى يدخلون لمركز عندي نسوي لهم مسعى قبل الدخول نعزلهم إلى أن تطلع نتيجة المسعى الآن هذا مطبق في كل مراكز السرطان حول العالم وبلا شك في كمئة مستشفيات الكويت في الكويت البرتوكولات ولله الحمد قاعدت تتغير ناس ما قلنا قبل شوي نحن طلعنا بروتوكولات مبكرة حتى قبل بعض الدول الكبرى على فكرة وقمنا نجددها باستمرار عمل مؤسسي فعال في قطاعات وزارة الصحة الاستراتيجية التنفيذية والتشغيلية مكنتها من التكيف بسرعة ونجاح مع هذه الأزمة الصحية وكلمة حق تقال بأن الكفاءات العالية والإمكانيات الهائلة للنظام الصحي في دولة الكويت مكنته بأن لا يكون في ركب الأمم التي انهارت وتداعت جراء هذه الأزمة بل في طليعة الدول التي نجحت وأشير لها بالبنانة ديمة دحدة لتلفزيون دولات الكويت